اشتركوا في القناة وعفاد فقيد الوطن وعائلة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الوفي هذا هو خليفة بن سلمان سيبقى في قلوبنا ما حينا إنه في جنان الخلد ضيف كريم ضيف كريم عند رب كريم وليكن مطمئناً إن البحرين إن شاء الله في أمن وأمان تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدع واستبشرنا أيضاً بتسلم سمو ولي العهد رئاسة الوزراء التي يتمتع بالصفات القيادية التي يتمتع بها عمه المرحوم وكما يقول الشاعر إذا مات من سيد قام سيد ولذلك نحن مطمئنين إن شاء الله ونتمنى للجميع إن شاء الله الصحة والعافية لقد عبرت يا معاد الرئيس في كلمتك عما يجول بخاطري وخاطر كل الزملاء الأعضاء ولكن فقيدنا الراحل طيب الله تراه يستحق منها كلمة وفاء بحق فهو لم يقصر معنا جميعاً منذ أن عرفنا ربنا أقول بين خليفة سلمان ورد الجميع لم يموت ولم يموت عشنا معه وسنعيش مع روحه الطاهرة ما تبقى من عمرنا عندما نستذكر خليفة بن سلمان الإنسان فنستذكر شخصاً يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا سيد الرئيس كان شركنا في أفراحنا وأتراحنا فاتحاً بابه وقلبه لجميع الناس بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أعرب مجلس الشورى عن بالق الحزن والأسى بفقد الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله واستذكر المجلس المسيرة الحافلة التي قادها فقيد الوطن وما قدمه من عمل وتفان كبير وعطاء امتد طيلة حياته جعل مملكة البحرين منارة ونموذجاً في شتى المجالات فلقد كان رحمه الله ملهماً ومعطاءاً وقائداً فذاً وحكيماً كرس حياته لخدمة مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاً قائد الكبير صمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة آلمت الجميع ورسمت على قلوبنا الحزن لفراق هذا الرجل الكبير طبعاً كان قائد عظيم ورجل فد رجل دولة من طرازم فريد يعني وفر جهده ووقته لخدمة وطنه وشعبه وكان يسأل عن كل مواطن وعن كل مشكلة وعن كل منطقة عن كل قرية وعن كل مدينة وبالتالي كان متابعاً جيداً لكل ما يدور كان رجل أرسى دعائم الدولة الحديثة على أساس سليمة كان رجل قرأ الماضي واستوعبه وقرأ التاريخ وفهمه وغاص في أعماق الواقع واستشرف المستقبل وكانت لعديه تراكم خبرة ينذر أن تجد مثيلاً لها فرجل وإلى آخر لحظة من حياته لم يوقفه مرض ولم يوقفه تعب عن تتبع قضايا وطني وشعبه وأكد مجلس الشورى أن الفقيد الراحل يعد رمزاً وطنياً قاد العمل الحكومي بكل حكمة وحنكة واقتدار ونهج قويم ومبادئ راسخة فكان الوطن والمواطن في أعلى سلم الأولويات على مدى خمسين عاماً من العطاء المتواصل وتمكن سموه رحمه الله من بناء مسيرة نجاحات وإنجازات شاملة حتى أصبحت مملكة البحرين نموذجاً يحتذا كل البحرين ستفقده جميع الشرائح ستفقده كان حاكماً منفذاً واصلاً للجميع له الدور البارز في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع كان قريباً من الجميع يعامل الصغير كالكبير فيحسسه بالقرب كان الجميع يجد عنده ملاذ وحل لمشاكله كانت تأتيه المشاكل فرادة وجماعات فكان لا يعبأ بها ولا يدير لها ظهرة راحل رحمة الله عليه كان دائماً ما يأسس في علاقة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تكون قائمة على التعاون ودائماً ما كان يسعى عند وجود أي احتدام أو تعصي في العلاقة أو أن أمور تكون مناقشتها تحتاج فعلاً للتوافق حولها كان دائماً له تأثيرات في عملنا ونهجنا مع السلطة التنفيذية وابتهل المجلس للمولى العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ويسدد على طريق الخير خطاه في رئاسته لمجلس الوزراء فسموه خير خلاف لخير سلف آملين لسموه المضيء بكل عزم وإرادة ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم في مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ولتبقى المملكة واحة للأمن والأمان والسلام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين